لكن هنتكلم عن التحالف الوطني لعمل الأهلي والتنموي اللي بيستعد بالفعل لإدخال كميات كبيرة من المساعدات لأهالي قطاع غزة عشان نرف تفاصيل أكتر معنا على تليفون الأستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أستاذ مصطفى صباح الخير يا فن صباح الخير يا بسم محمد أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا بيك مستعدين يا فندم في التحالف؟ طبعا بإذن الله مستعدين تم الاستفاف من مساء أمس في أول موقف التحرك وإن شاء الله في استاذ القاهرة أيضا يوجد عدد كبير من الشحنات تم وجودها بالأمس وإن شاء الله جاهزين للتحرك النهاردة يمكن بأكبر طفيلة من أول ما بدأنا من أكثر من ثلاثين أو خمسة ثلاثين يوم عدد كبير من الشحنات سيصل اليوم بإذن الله إلى معمر رفح لدخول في التوالي بإذن الله حابين نعرف من حضرتك يا فندم يعني مجتملات هذه القفلة هي أكبر قفلة جهزة حتى الآن في الحقيقة يمكن أكثر من 500 شاحنة تم تجمعها من جميع أعطاء في حالة الوطن العام للأهل التنموي بيمكن أكثر كميات سيتم إدخالها إن شاء الله أو وصولها اليوم مساء اليوم إلى معبر رفح بإذن الله كميات من المواد الإسرائية والمواد الثامنية والمواد الطبية والزوائية وأجهزة من أجهزة التنفس وبعض المستلزمات الطبية اللي في احتياج بأهلنا في القطاع سواء الملكز أو المتصفات الطبية داخل القطاع على غزة ممكن كافة المستلزمات أو المستلزمات لأماكن التي تم الإيواء فيها لأن السحين داخل مدارة الأنروا أو أماكن الأقامات الخاصة بالأسرة التي تتجارت من الشمال إلى الجنوب حاول قدر الإمكان تحديث وتلبية طلبات بشكل دوري من خلال الغرفة المركزية في الاتحالف الوطن العام للأهل التنموي بيقوم على رفض الاحتياجات وإبلاق كل الأعضاء داخل التحالف والعمل على ترتيب ومراجعة كل ما يتطلبه أبناء القطاع وده إن شاء الله هنشوفه النهاردة في خلال الاستفاة اللي بيتم يمكن مدسعات قليلة يمكن حكوم إن شاء الله أظهروا أكبر عدد من الشحنات بإسم الله تصل مساء يوم إلى قطاع غزة بإسم الله طيب أستاذ مصطفى لو في إحصائية بعدد الشحنات اللي دخلت بالفعل إلى القطاع عدد الشحنات التي تصطف أمام المعبر في انتظار دورها واللي هيتم إطلاقها النهار هي يمكن اللي دخل بشكل عام يتعدل 500 شحنة منذ أول الأزمة من بعد تم تفتح المعبر الدخل يمكن ما يقرب من 10-3 طن من المواد الإسرائية والدوائية والصفية الحقيقة اللي هيتكل النهاردة يمكن عدد ذا يقبل أبداً عنه اللي تم رازله من السحارة على الماضي نحن يمكن بشكل عام مصر الدولة يمكن تعد رقم واحد على مستوى دول العدم تقديم الدعم إلى قطاع غزة نحن ما يقرب من 70% من كم المساعدة اللي داخلت من الدولة المصرية والمؤسسة الإرسية المصرية سواء التحالف الوطني بأعضاء وأوهيان الأحمر المصري والمجتمع المدني يستندول صحية مصر وكافة الجهات اللي تم عبرها أو دخول مساعدتها إلى الجانب الآخر في قطر معبرق الباقي المتأثن من الدول العربية والدول الصديقة ودل بيصل المطار العريش لكن الحقيقة مش نحن نقول الأرقام يعني كل الجهات الدولية والأمماء والمطن الأممية أعلنوا عن المساة الماوية لوجود مساعدات من الدولة المصرية ما يكون من 75% من الدولة المصرية وباقي المساعدات 55% متبقينين من باقي الدول سواء العربية أو الدول الغربية اللي اتبعت مساعدات إلى مطار العريش ويكون ندخلها على طريق الأحمر المصري وبتسلم في الطرف الأخر إلى الأحمر الفلسطيني ومنظمة الأمر وقتون اللاجئين وده الحقيقة اللي هتفضل مصر مستمرية في دعم أشقائنا وأهلينا في خطاع غزة القضية الفلسطينية قضية القضايا ويمكن أطلق عليها من كبر السيد الرئيس وثالي توجهات مستمرة لأعضاء التحالي الواصل على استمرار الدعم وعدل خطاعه رغم الظروف الخطوية يمكن اللي بمر بيها في داخل الدولة المصرية لكن لا أستطيع أبدا أن نقص النظر أو الدعم إلى أشفاء في غزة الشعب المصري بدميع أعمارنا وأطفال المدارس وكل الأفواد الشعب المصري بيتهموا في دعم جهة القواطر بشكل يومي القواطر من خلال الحال وصل لم تنسطع أبدا في أي يوم مستمرين بشكل يومي بنرسل كافة الاهتياجات من خلال المنظمات داخل القطاع ونحاول على قدر الإمكان التلبية والإرسال الشاحنات إلى المعبر بشكل مستمر وإن شاء الله نأمل طبعا أن الأزمة تنتهي وأن يتم هدنة مستمرة بوقف إطلاق النار لكن طول ما فيه مشكلة قائمة وأزمة كارثية إنسانية تحدث لأهلين في القطاع ونستمر في تنظيم الدعم الأول أستاذ مصطفى رحيمكن فيه بند خاص بتكثيف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة يمكن الإشكالية زي ما كنا نتكلم في الأول عن عدد الشاحنات حضرتك تحدثت عن أنه بالفعل تم تجهيز حوالي 500 شاحنة لإرسالها لمعبر رفح ولكن حسب بنود الاتفاق خرج حديث عن 500 شاحنة لا 200 شاحنة في اليوم يعني أيا كان إن كان 200 أو 500 شاحنة فهو عدد كبير وضخم فبالتالي العمل الأيام القادمة أو خلال أيام عمل الهدنة هي هيكون عمل مكثف أكتر كمان من العمل الحالي أو من شكل العمل الحالي هل التحالف الوطني العمل الأهلي والتموي حاليا بيجهز نفسه لتكثيف العمل خلال أيام الهدنة؟ في الحقيقة يمكن زي ما حدك أشارتي في الأيام العادية بيدخل ما يكون من 100 شاحنة بنأمل إن شاء الله في الوطن القادمة أن يكون 200 في اليوم وده بتعمل عليه الجاءات السادية الأمنية المصرية ولو زادت يا فندم عام 200 شاحنة في اليوم جاهزين؟ بإذن الله مصر بكل منظماتها ومؤسساتها مش فقط أعضاء التحالف الوطن عمل أهل التنموي التحالف الوطن عمل أهل التنموي يسير يوميا يمكن توقف يوم أو اثنين فقط للتعبع والتغريف وتنفيذ بعض الاشتراطات لدخول الشاحنات لكن على مدار الأسبوع من الوستر إلى أو بيتم خروج من القاهرة إلى معبر رفح ما يقرب من 50 ترية من قبل التحالف الهل الأحمر تقريبا ما يقرب من نفس العدد وباء المنظمات هناك بعض الشاحنات يمكن تقارب نفس العدد اللي بيخرج من مصر من مصر العريف وبعض المؤسسات الأممية فأي أن كان العدل المطلوب أو اللي يتم على الإتفاق وهيتم إعطاءنا الضوء الأسر من الجاة الأمنية المصرية هيتم التنفيق إن شاء الله ودخول هذه المساعدات الإجاسية إلى القطاع وبالتالي احنا يمكن ننتظر إن شاء الله أن يتم تنفيذ الهدنة يزدد على الشاحنات ملتزمين بما يتم إبلادنا بيه من قبل الجاة الأمنية المصرية يتم التنفيق بشكل مباشر تنفيذ كثرة للشرطات في دخول المساعدة المتفق عليها عشان ما يتم إرجاع أو عاودة بعض الكاملات اللي فيها شيء مش متفق عليه في التجامل السروط المعايير اللي بنبدأ نشتغل على تغليف المساعدات ووجودها بشكل معين داخل التدليلات لسهولة عبورها إلى الجانب الأخرى وتسليمها لأشخاصنا في قطاع غز ده يا أستاذ مصطفى بيؤكد أن في عمليات فرز بتتم هذه الشاحنات سواء كانت قائرات قادمة لمطار العريش بيتم تفرغها في الشاحنات عشان تروح المعبر أو حتى اللي بيجهزها التحالف عملية الفرز دي بتتم إزاي عشان تكون مثلا الدفع اللي هتعبر دلوقتي فيها كافة المستلزمات التي يحتاجها الجانب الفلسطين ده سؤال مهم جدا الحقيقة بيتم طبعا فرز وتغريب وتعباء بشكل مناطم جدا لدينا مئات الألاف من مستوعين بيشتغل في كل مخازن وأماكن التخزين بكل هذه المواد سواء جوة شمال سيناء وفي مدينة العريش أو في مخازننا وإمكاننا الأكثر فيها القاهرة مناسبة تصل إمكاني لـ 80% من مساعداتنا في محافظة القاهرة أو محافظات القاهرة الكبرى يعني بيتم التغريف والتعبئة بشكل معين نوجد اشترافات من الجهات الأمنية المصرية بناستبعها وبنعمل على الاتجام بيها بشكل كبير داخل السردليات عشان يكون في خطوات أسرع في إجراءات التفتيس والدخول وعشان ما يتمش تعبئة هذه الشاحنة مثلا بعدد من المساعدات الغسية والغزائية ونرجع تاني نفضيها مثلا في العريش ونبتدي نجاهز شاحنة فبيتم تجهزة من البداية من المحافظة التي تنطلق منه سلام حالك مصبوط جدا ده صحيح حصل معنا يمكن في أول مرة بعد بداية الدخول في أول يوم من معبر رفح كان بيبقى طبعا في طلبات من الجانب الفلسطيني من هي الأحبة الفلسطينية ومحتاجين أدوية أكثر محتاجين مستزمات صبية محتاجين معالبات محتاجين ألبان أطفال محتاجين احتياجات للسيدات بشكل شخصي كان في طلبات الفترة الأسبوع الماضي مثلا لخيام عشان الأمطار الجزيرة اللي حصلت في غزة كان في طلبات البطاطين وبعض الملاكب اللي تم تهجرهم من شمال غزة إلى الجنوب فبنبدأ نرسل بشكل سريع ترتيبه وبشكل ميسر عشان ما يحصلش أي مشاكل أو تأخير الأولويات كم حاك قلت وعدم ندول الأولويات ده بيؤكد يا سيد مصطفى أن فيه تواصل مستمر ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني في هذا الصدد بالوقوف على احتياجاته بشكل يومي بيتم رصد الاحتياجات من قبل الغرفة المركزية والأمانة الفنية للإستحالف الوطني عامل أهل السماوي الأعضاء الأمانة الفنية للإستحالف موجودين أرام المعبر بشكل مستمر بتواصل مع الأهل الأحمر الفلسطيني كل الجهات السيادية المصرية بيتم المتابعة بشكل بطيق لكل ما يتحرك من التحالف الوطني بيتم التنسيج زي موضوع الحرك عن تأثيف الرصد للاحتياج العاجل وده بيتم تركيمه داخل السريلات والشاحنات اللي بتحرك من القهيرة عشان تمام ما يتمش التعطيل داخل المعبر أو أمام المعبر ونبدأ بعض الأمور يحصل كتعطيل أو عرض الشاحنات لتركيبها مرة أخرى ده بيسهل علينا كتير جدا في الدخول وتفريغ هو لعودة لتحميل موضوع الحركية أو تأثية أخرى ده الحمد لله بقينا عندنا فيه ممكن خبرة أكبر من الأول نحن عارفين نحن كل يوم بنرفض إيه من الاحتياجات بيتم التعباها بشكل دوري إن شاء الله يمكن النهاردة كبيرا حتى تشوفوا على مدار اليوم عدد ضخم من المساعدات اللي هيتم دخولها إلى المعبر رفع بإسم الله طيب برضو يا فندم الحقيقة أنه ترسي مهمة جدا يعني من تروس هذه المنظومة هو المتطوعين اللي احنا بنوجلهم بكل تأكيد كل الشكر وتحية يعني عظيمة الحقيقة بس خلينا نوضح للسادة المشاهدين يا فندم تقريبا عدد المتطوعين من بداية الحرب على قطاع غزة عددهم قد إيه دورهم بيبقى عامل إزاي حقيقة يمكن التحالف الوطني عنده ميزة كبيرة بيضم من قبل 34 مؤسسة وكيان داخل التحالف أكثر من 250 ألف متطوع أنا عاوز أقول لحضراتكم أننا على مدار هذه الأزمة والكارثة التي تحدث في القطاع يمكن الزاد المتطوعين لدى التحالف من طلاب الجماعات والمدارس بما يفوق لي 350 ألف من المتطوعين على مستوى الجمهورية أقاموا حملة شعبية كبيرة لتبرعوا بالدم للأشقاء في غزة يشاركوا معنا للمهار في شعبية المواد الإجرسية نحن نكلم على أكثر من 12 ألف طن من المواد الإجرسية والإجرسية وحاكم يشوفوا يوميا من خلال فخصية من قبل حضراتكم وباقي القنوات الإعلامية المصرية المجهود الذي يجزل داخل قليل نحل تعمل للمهار داخل المخازن التي تملوكها الجماعات الأهلية وأعضاء تحالف الوطن أعمل أهلي والأحمر المصري وتنجو طحية مصر كل الجهات التي تشارك في أقاف الإجاثة نحن يمكن نستطيع أن نكون أكثر من 500 ألف وليس فقط في التحالف الوطن هناك الباقي الجهات الشقيقة المصرية التي تعمل يمكن بجوار التحالف الوطن نعمل أهل التنموي يضم أيضا أكثر من 150 ألف من الصوائين فنستطيع أن نقول أن ندينا الآن يعمل بشكل يوم على مدار الأربعين يوم دول أكثر من 500 ألف من شراب المصريين والأسر المصري أكثر من حقهم أنا أجد أسر كاملة بأبنائها بيشاركوا معنا في أيام العطلة الدراسية سواء أيام الجمعة أو السبت وبيحضروا إلى المخازن في مؤسسة صنع الخير بيشاركونا بتعبئة ألاف من الكراتين والمواد الرسائية والبطاطين والأجهزة التنفس ولدينا إن شاء الله يدخل الفترة اللي جاية الأسبوع أو خلال الأسبوعين القادمين 20 صيارة إسعاف من إهداء من مؤسسة صنع الخير إلى الجهات الطبية أو المركزة الطبية إلى قطاع غزة أكثر من ممكن جهاز تنفس الصناعي الحمد لله بدأ يتم توثيره من الأسر المصرية والمتبرئين والشركاء بنلاقي ملحمة من أبناء رئيق المصري لدينا شباب وأطفال في أجهة في محافظة الدهلية كانوا بيشاركوا معنا في تعبئة ألاف الكراتين وعملوا ده في القرى فتاعتهم ومعامل الاتحاد للجامعات الصغيرة جامعات الطعادية في الحوامدية في سهاج في بنيتريف الغربية كل الشباب اللي بيشاركوا والجامعات اللي كانت يمكن يقول من أشد القرى فقرا بعدهم كمان دافع كبير جدا أن كل أطفال المصردهم يشاركوا ويعبوا هذه الكراتين وهذه المواد الصبية ويتم إرسالها إلى المخاصر الرأسية اللي هنا لدينا في القاهرة ويتم شحنها بشكل مباشر فبقى كل التكافل والتجنيع ده من كل أبناء الوطن المصري بصراحة وده اللي بيجينا كمان عزيمة أكبر وإشرار شكرا جزيلا أستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي